مرحبا بكم بنا جديدة مع امولا رولي بالمعجون ابنين برشة و خاصة المعجون في ميزون ولا اروع لا تنسى مني شجميع اعمل لايك والبختاج و نمشي و مع بعضنا نشوفوا المقادير عندي هنا سلادي متاعي كعبتين بيض 50 ميلي لتر زيت و 50 ميلي لتر احليب مهم برشة المقادير كيما انا نقولهم كم تطبقوهم هنا زوز مغارف كبار مية عطرشية لنضيف زوز مغارف سكر و تستعملوا اي سكر تحبوا عليه انا استعملت النوع هذا نخلطوا مكونات متاعنا بالباهي و نضيفوا الفارينة بالنسبة لي انا عملت 450 جرام فارينة انتوما تستعملوا تحطوا بشوية على خاطر ديما الفارينة تفرخ من بلايد لبلايد و من نوع عن نوع نحطوا بشوية الفارينة و اللمد انا استعملت 450 ممكن انتوما تستعملوا 500 و الا نفس المقدار اللي انا استعملته نحط زدة سشي خميرة اللمد العجينة متاعي ما نعجنهاش خليتها انا تقريبا عشرة دقايق معناها ترتاح و من بعد بش نقسمها كما قاعدين نشوفوا الفيديو على ثلاثة يعني مكونات العجينة يزيمها تكون طرية حتى كنت تتلسقره وعادي نقسمها هيك على ثلاثة كعبورات و نحل هيك بالكعبة بالكعبة ما يكونش السمك يعني يخشين برشا عندي المعجون في ميزون معجون الفخيز ديما نستعملوا بتبع تلحات سمحوني ديما نعملوا يعني في الدار الفخيز و برشا يعني انو يخنين شاركت معاكم اكثر من مرة نعمل بالطريقة هذي اللف و نحاول بشوية بشوية انا ما حتيت شفارين على حقيقة على الوجاق هاكا حبيت بشوية البات ما يتتلسقش يعني برشا لكن نحاولوا بشوية لخطر المعجون تعرفوا يعني مش كما اي نوع اخر دونك المعجون ديما يبدأ هيك وني استعملت المعجون متاع البريكو متاع يعني المشميش اللف هيك بشوية بشوية مستحقوش بشو نحطوا يعني الحقيقة ثارين على الوجاق متاعنا نحطوا بشوية بشوية ونلمدوا يعني الرولي ويعني الرولي متاعنا متاع المعجون بشوية بشوية دونك هوني خليتهم عشر دقائق يرتاحوا مرة اخرى خذت هوني أصفر عظمة وشوية قهوة ندهنهم هكا بالبيه ومن فوق حتيت شوية جرجلين وشوية لوزم هاروش تنجموا تحطوا جرجلين كهو تنجموا تحطوا كاكاوية حتى التنجموا ما تحطوا حات شاي نعاوض نقول المقادل أعطيتهم لكم يعني حافظوا عليهم قدر تربي جيكم معناها رولي بزيان برشة وحشوش كيف كيف انا استعملت المعجون لابريكو والفراز تنجموا تستعملوا شوكولاتة زيدة تنجموا تستعملوا شوكولاتة وفيكيات معناها كيفما تحبون تماما هوني بعض مخضر هكا ما نحكي لكم مش قديش بنين وحشوش وخفيف دونك ما شاء الله حافظوا على الغوسيت تكتبوها كل مرة هيكا تشتهي وتعملوا حاجة نجموا تبقوا الغوسيت متاعي هوني بش نقص بالتباع الغولي متاعي مهم برشة زيدة نخليوها يبرد ما نقصوا وشوه وصخون روية فتفة نحاولو خليوها يبرد وبعض نقصوا فاقنة وصحوا بشفاء تجموا تحطوا هيكا معا كويس جوي ولا سيد خناد وإلا اللي تحبوا انتوما حاجة روعدة وكذا هو رولي متاعنا حابيت اليوم نبرتجيه معاكم بكل تفاصيل وباش انتوما زيدا ينجح معاكم نحاولو ما نحطوش كونتيتي كبيرة متاع معجون ونحاولو نلفو بشوية بشوية طريقتي في التقديم هذي هي حاتيت معها قيوة عربي ما شاء الله بنا بنا ان شاء الله يارب انتوما تجربوا الغوسيت ترجعوا لي بالتعليقات لا تنسيوش تشجعوني على قناتي على اليوتوب على الباج متاعي على الفيسبوك كوزين امولا ولا كتشن اميل تونيزين ديما نحط باسم قناتي ومرحبا بكم الناس الكل ربي يفضلكم شكرا بتعليقاتكم وان شاء الله بتعليقاتكم وبالتشجيع واللايكات زيدا كيف كيف نكبر القناة الكل مع بعضنا اللي الوصفات نبرتجها معاكم بطبيعة الناس الكل في امان الله الناس الكل غولي بالمعجون باي امولا بسلامة نهاركم طيب